أدنت وزارة الخارجية بأشد العبارات التفجير الذي وقع بمدينة اسطنبول التركية اليوم وأعرب المتحدث باسم الخارجية عن تعازي مصر لذوي الضحايا والشعب التركي الصديق والجمهورية التركية متمنيا الشفاء العاجل للمصابين وأكدت الوزارة على موقف مصر ثابت الذي يرفض كفة أشكال العنف والإرهاب مهما كانت مسبباته داعية جميع دول العالم إلى التضامن في مواجهة هذه الظاهرة البغضة وتكفي في منابع دعمها مديا أو فكريا أو بأي شكل من الأشكال